تنظيم داعش خرسان والقاعدة ينويان شن هجمات ضد أهداف خارجية انطلاقا من أفغانستان هذا ما أكده مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس كل من تنظيم داعش خرسان وتنظيم القاعدة لديه منية لشن هجمات ضد أهداف خارجية بما يشمل الولايات المتحدة ولكن هما لا يمتلكان القدرات اللازمة حاليا بالنسبة لداعش خرسان سيحتاج من 6 إلى 12 شهرا لإحصل على تلك القدرات أما القاعدة وفقا للتقديرات الاستخباراتية فستحتاج من عام إلى عامين وعلينا أن نبقى متيقظين تجاه تلك الاحتمالات القادة العسكريون الأمريكيون أكدوا أن لديهم ما يلزم في الوقت الحالي لكبح جماح التنظيمات الإرهابية المنتشرة في أفغانستان لدينا قدرات تتعلق باستراتيجية ما وراء الأفق ونملك قيادات وتجهيزات في المنطقة القريبة من أفغانستان نعم الأمر أصبح أكثر صعوبة بعد انسحابنا لكننا نعتقد أننا نستطيع تعطيل قدرات الجماعات الإرهابية في أفغانستان إن لزيم الأمر البنتاجون حذر كذلك من أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت حركة طالبان قادرة على محاربة داعش خرسان مسؤولى وزارة الدفاع الأمريكية أكد لقيادات الكونغرس أن حركة طالبان تتقاسم معهم العداء الشديد لتنظيم داعش خرسان لكنه ما كان أكثر حذرا فيما يخص علاقة تنظيم القاعدة مع الحركة وتأثير ذلك على الأمن القومي الأمريكي مجد يازيشي سكاي نيوز عربية واشنطن